ايه ده مصحف ملون و كمان بتقرأ فيه بيت انا شك فيك من زمان ايه ده مسك قلم و بتلوني كمان في المصحف لا ده انتعال عوض فيك خالص هو احنا ينفع نقرأ بالمصحف الملون مبدئين كده انا معايا كم نسخة من المصاحف معايا المصحف اللي هو الملون و معايا المصحف اللي هو مترجم بالانجليزي و معايا المصحف العادي بتاعنا اللي هو عادي و معايا المصحف ده اللي هو التفسير اللي هو المفصر المصحف اللي معايا ده الورق ذات نفسه هو اللي ملون لكن الكلام ذات نفسه باللون الاسود عادي انا اكتشفت بقى ان فيه مصحف تانية واضحة مش معايا ان الكلام ذات نفسه الآيات بلون الوان يعني مثلا الآية دي بلون اللي الق Bravo بلون تاني الآية دي بتحطيها بلون تالت انا عاية اقول لكم ان انت لو انت مثلا فتحت المصحف سواء اللي هو الملون ده او التاني وانت فقط اهم ميزة في الكراءة اللي هي نحن نقرأ الكراءة عشان ايه تدبر الآيات تتدبر الآيات لو أنت فقطت النقطة دي في كراءتك للكرآن سواء في المصحف الملون ده أو المصحف الملون اللي وقت كلامات تانية بلا تقرأ من كل مصحف العادي بتاعنا اللي هو كلام بتاعه العادي الورق الأبيض الكلام بتاعه اسود فده فقطت نقطة التدبر في الآيات يعني الألوان اللي موجودة في المصحف لو هتخليك تفقد جزئية تدبر الآيات وانت بتقرأ والتركيز في الكراءة بلاها من المصحف الملون ده وتركز فيه المصحف اللي هو الأبيض وصف بتاعنا العادي المصحف بقى الإنجليزي هو ما حادش سألني عنه بس أنا يعني فيه معلومة عايز أقولها لكم وأنا بشتري المصحف ده الشخص اللي أنا بشتري منه المصحف قال لي يعني ركز كويس قوي لأن المصحف ده في منه نسخ الترجمة الإنجليزي اللي فيه بتبقى محرفة لنعنى الآية الأصلي ما بتبقاش المعنى الأساسي بتاع الآية بتاعتنا ففيه آيات بتبقى محرفة فانت وانت بتشتري النسخة تركز كويس قوي تكون من حد موثوك منه النسخة موثوكة منها وبس كده في رعاية الله بتنسوش تصلى عنك